اشتركوا في القناة الفرس بريس متتبعي قناة الفرس بريس في الحلقة هذه وفي هذا اللقاء سوف يرشعوا لما أصبح يسمى إعلاميا بفضيحة امتحانات المحامات ولكن في واحد الشكل متعلق بالجانب النفسي وش هاد نتائش على امتحانات المحامات تتأثر نفسيا في الطلبة لما حالفهم ما الحظ أنهم شلسوا امتحان المحامات أم أنهم سيجاوزوا المحنة ويأمنوا بالإمكانيات وقدراتهم وعلى شلاغ الدولة يتنضموا امتحان في المهنة أو في المهنة أخرى ويطلبوا الحدود فيها من أجل ملاقشها القادمة ستضيفوا سينور مكاوي واحد من الطالب اللي بان أكثر بشكل كبير في مجموعة من مواقع التواصل الاجتماعي أو في مجموعة من مواقع الإلكترونية والجرية الإلكترونية بعدما تفجرت فضيحة امتحانات المحامات سينور مرحبا بك شكرا سيدي وشكرا الأنفس على الاستقبل وأنها مواقبة لحدات لأن هذا شيء يساعدنا ويساعدنا سينور كينش تأثير سلبي أو نفسي عليكم على فضيحة امتحانات المحامات وش يكونش تأثير نفسي أو أنكم ما تقدروا أنكم تجاوزوا هذا الأمر هذا وهو تأثير نفسي كان من اليوم الأول لأنها هذه الدهور وهذه التحشاة وأنه بعدما ترى أننا تحيج وصيرتهم أننا من بعد أنه دازوا ساعات وعرفنا شكل الناس اللي ينجحوا وشكل ما ننجحش والعداد اللي نجح فعشناه واحد صدمان صدمان نفسية واللي اللي ينأكد لك أنه جميع الناس صيرتهم اللي زاد اللي مزاد طين بالله والناس والناس اللي شفنا وأنه ما كانش فراس ما نعموش ربما ياك نقولوا كلهم ما عندهمش طبيعة الحال طبيعة الحال طبيعة الحال أنا قلتوا في أحد صراحة بأنه مثلاً في قاعد الناس اللي ينجحوا مثلاً الصديق ديالي واحد اللي يستهل وأنه من الكلية كانت تجيب نقاط هائلة ولكن الأغلبية لأنه حسينة حسينة بعنصرية لأنه ما معنى العنصرية اللي كان عارفوا العنصرية كان عارفوا ومثلاً في الجنس البشري تيقولوا بأنه الكائن الأبيض هو متوفوح والكائن الأسود هو كائن واضع إحنا هاد الشيادة تنسخ علينا إحنا كمغاربة يعني كنا مغاربة كنا والدنا دمهم مغريبي كنا عندنا الجنسية المغربية وإننا ندوزنا واحد امتيحان ولكن نشوف بأنه واحد الناس ديل واحد طباقة متفوقين علينا صحيح بينما الناس اللي متوفقين متفوقين وإحنا الناس اللي واضعين بهاد المعنات يعني هاد الشيئ هذا خلا واحد الألم نفسي وأنا كن أكد لك أننا وجدت واحد الفترات بعد ما كانوا بالدلائل بعد ما كانوا بتنزل الناس انهم وضحوا الأمور بأنهم مقلك بأنهم هشنو كي وهو خرجهم ورا خرجهم كي يزيد انهم وكي يتعنج وكي يزيد انهم وكي يشن علينا واحد الحرب النفسية اللي أطراتش فينه وأطراتش فينه جميعا يعني انتو مادش الدبال اللي وقاع على ما حساباتش اللي فهمتو أنك تأثرتو نفسانيا انت واحد من طالب الله تأثرتو نفسانيا ولكن وهذا الشي غذي منعكم يعني ديونة من تلاقة الجديدة ولا تقوم ربعين يديكم لأننا تقوم ربعين يديكم لا بزينش لكم تصلي متصلة قبل ديالكم ايلا اللي يراب عنا يدينا فهذه غذي تكون قاريتي هات القادية اللي يراب عنا يدينا بسطحة في حال انه كي يقولو اللي كل جواديه نكبوه طبيعية الحال احنا باقي صغار طبيعية الحال باقي الفرص أمامنا ولكن ولو كنقول باقي الفرص ان هذي القادية دي خلات تأثير لأنه خلات نقشات اللي هنا في النفسية ديالنا شي حاجة اللي كتخليك وكتخدم باللوعي ديالك كتبقى ديك فقدان تيقى ما كتخدم شو متنملك ما كتخدم شاناك وكتقول خصني رمشي غل الخدمة اللي غادي تشفع لي أنه ينوصل ولكن مع ذلك لنفرض أنه يعنيك الحكومة قررت دير واحد من تيحن تعلمها ماك لو تعيد واطفة أخرى واش سنكوي غادي تقدم لدى الكونكورة دا ولا غايقول لا حقا كيفاش اللي علاش أنا أنا غاندوي على راسي شخصيا أنا ومن نهارا درت القانون قتل الامتيحن الوحيد لأننا بغيت نشازه هو امتيحن لمحامد وانا نأكد لك بأنه أي قارة تاخد إيجابي في حقنا فهذا الامتيحن هذا ولأنه أنا كان أكده كان تحمل المسؤولية ديال انه لا تعود أنه داروا لنا الامتيحن ديال محامد ولو يديرو من هنا ثلاث أيام أبعث أيام تيق بي أنني غادي نمشي وغا نمشي كل عزيمة وإصرار وغا نمشي كل طاقة باش أنني انتفوق في هذا الامتيحن وأنني قاع هذا الغم وهذا الشي اللي تمارس في ضدنا أنه غادي نحوله الطاقة إيجابية وأنني غادي نحقق إن شاء الله نجاح باهر في هذا الامتيحن ما تبقى من طالبة فأنا نأكد لك كان امتيحن ديال المنتحدة بي تقبية بززاف ما مشوش لي لأن كان باقي التأثير ديال الهول ديال الصدمة كان باقي لهم تقبية بزاف الناس ممشوش أنهم يدوزوا ممشوش أنهم يدوزوا الامتيحن ديالهم ولكن مع الوقت كي نساجم وكي تأقلم مع الوضع وكي يمشي ولكن كي ما قلت لك داروري كي تبقى نفسيين عندك شي حاجة يعني أنت تتحلم منك صغير ستتحلم أنك سولي محامي صحيح يعني بحليك كين واحد بلوكاج قدامك صحيح وبلوكاج أنه مش يبدك لأنه كون غير أنه لأنه تم ترصيبونا يعني يعني بحلم إحنا ما كنت حملوش المسؤولية كاملة لأنه إحنا خدمنا وذيك شي أنه كنت قرأ باش بش يدوز الامتيحن أنت كتحسب راسك لأنه كندو على رسيش شخصيا أنا فاش خرج من الامتيحن وكانت تصل بي الواليد ديالي وكتكتليها كتلي الواليد أنا تنأكد لك راه غير غير في البتاح عندي العشية وحد خمسين سؤال صحيح يعني أنا فاش خرج خرج نفسيا عندي وحد عندي وحد تاق عندي وحد لانتويزي عندي وحد الحدث بأنه كينة شي حاجة زوينة داس وصورتون أنني مشيت للدار وأنه شفنا الركان البغوي معي وذيك شي وانا راقت كان زعمت زاد تقوى ذاك الإيمان ديالي بأنه كان كيبقى عندك تخوف كتش قول ياكم ولكين ذاك الإيمان ديالي بقى بقى أنه زاد تقوى كنقول غتكون ش حاجة إيجابية يعني أنت اللي عليك درتي منك يكون بأنه واحد آخر كيكون شخص آخر اللي كيساهم أنه وتتم ترصيب ديالك هنا فين كيتطرح المشكلة هنا فين أنك كتولي كتقول خصني ندير شي ممارسات اللي غير قانونية وغير لا بيقة باش أنه نوصل لأنه الناس اللي وصلك يقول كيفاش وصلنا منك تشوف واحد وصل بالزابونية وصل المحسوبية وصل الباك ساحبيا أنا أكد لك أنه الناس اللي قراب لنا منك يدخلوا معنا في حوار وكيشرحوا لنا كيفاش أنهم مجحوا راه في الأول ما تزيدك صدمة فوق صدمة كيزيدك يعني واحد تنكيل نفسي كتشوف الناس كيفاش أنه وصلوا وكان أكون نقول لك إنه كون غير يستاهلوا ديك الألفين منك تشوف غير فقط غتي تجمع واحد عشر في المئة اللي تستاهل أنا تدوف واحد سعين في المئة واد المهنة اللي مهنة شاريفة ومهنة لأنك تجيب حقوق دي الناس لأنك كما تحيي دا من فهم السبع وتجيب دا ترده الملاء الملحق وأنه كتشوف هاد الناس دا زوب هاد القادية دي يعني راك وحد تنكيل واحد العذاب نفسي اللي ما تصوروه نشوفوا بيناتكم كطالع بده ما تدير وقفات عشي شجيها وش مرصقين بعديتكم ولا تكش تيجي عفوي ولا تيحرقكم شجي هات تتحرقكم ولا شنو لا لا ما كينش جيهات وخصك تعرف السبوستابة وانا قلتها في صراحة دي للاحد يوم الاحد انه تم تخلي عدنا ما خصتا وحدا انه يفلت بالفعلة دياله ومتا وحد ما يفلت بجلد دياله ولا كيراتيق بيانه كل شي تخلي عدنا المحامين وللأسف تخلوا علينا خلوا انه ميدغطوا على مكان دي الخلل ويدغطوا على الجرح بشو انه كينتاقموا من نحنا ودوزوا ولادهم يكتكين وحد عنصرية واناو الاحزاب السياسية تخلات علينا كان عقل ولا كنت تذكر السبوستابة البرلمانية ما بين 2011-2016 انه كيفاش كان وحد زخام كانت وحد درجات خلقات في الحياة السياسية المغربية كان شوفوا بانه كان كان شوفوا البرلمانيين كان دائما اقل حاجة انهم كيدوع لها وانهم كان كما قال بن كيران كان ليدوا فينا كينود بداية تبورد في مجلس المشاشرين كان سيد عيدعاء كان بن شماس كان الحموتي كان كلهم ناس لانهم كيدافعوا وانهم كيفاش كانوا اقل حاجة انهم كي تيروا وصل البرلمان وكنشوفوا الان السبوستابة نشوفوا الان بانه فقط عبارة عن عن كن كي اوراق فقط انه كان طالبوا انه ما كانش هدك الزخام ما كانش هدك قرحة ما كانش بانه انه راه دولة ان هدي دولة انه يكون هاد الشاطاط مستقيمة دولة ما كانش بقاش انه فينا دولة الحق والغان وكنشوفوا بانه الاحزاب السياسية انه ما خرجوش ومناء العامين دياله ومراسة دياله انه انتقدموا حد شوضيحات حتى السياسيين وانعودوا اعود تاني للأسف انه انه نشوفوا الاخراجة الاعلامية الاخيرة لانه ما جاش ما كتحس بي انه ولو انه في معارضة وانه في اخر ايامه السياسية وانه ما بقى عنده ما يخسر انه ما دافعش علينا اقال لك ما عندي اجدلائين انا احسوا بي نفسي كي ناشي حاجة وقاررنا بالمقاطعة قاررنا بناس سياسيين وقاررنا برجال اعمال وهذه صراحة انا ما نكدبش عليك انا شخصيا انه انه تقلقت وانه تقلقت بزاف كنقول انه هادو اللي هنه 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 وادروا باش انهم كيمتلوا الشعب وانهم يجيبوا حقوق الشعب وانهم يدويوا على الشعب في المنابر وانهم حاولوا وصلوا رسالتنا وانهم كيفاش كيتخلو علين يعني مني كتشوف المحاميين كتشوف انه رجال الدولة كتشوف انه سياسيين سيبوشتا انهم كيتخلو علين طبيعي الحال كتزيد كتزيد على التاني وكتزيد مخصوش يمنعكم انك دائما الحلم داكم الامال انتم واقعين صغار وارا كما بوشتا را المغرب را دابا مني نقارن بالقرار العشرين را دابا را كين اختلاف كبير ومع ذلك ناس انه موصلوا طبيعي الحال كيفاش وصلوا احنا معافجوا الدربة التي لا تقسم مداركة وقوي سي مكاوي شكرا جزيلا مرحبا سيدي مرحبا تتبعي قناة انفس فرس الى اللقاء فرصة قادمة ان شاء الله